ماذا سيحدث إذا صليت الفجر؟ إن الذي يصلي الفجر تحدث له أمور عجيبة لو علمها لا زحف إلى الصلاة زحفا أي والله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتْمَةِ يعني صالة العشاء وَالصُّبْحَ يعني صالة الفجر قال لأتوهما ولو حبوا ولكي أقرب لك ماذا سيحدث دعني أمثلها لك بمثال ألا ترى أن كثيرا من الناس يحب أن يؤمن في شركات التأمين على مقتنياته وحياته طيب صالة الفجر هي عبارة عن تأمين شامل يحميك ويعوضك طوال اليوم وطوال الليل أيضا إنها تؤمن لك يومك من المخاطر تماما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله أي في حفظه ورعايته يقول عيسات السام فلا يطلب أنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم صلى الله عليه وسلم سبحان الله منذ أن تصلي الصبح وإلى أن يأتي وقت صالة الفجر القادم أنت في حماية الله وعلاوة على التأمين الذي حصلت عليه في اليوم فإنك ستحصل على تأمين آخر في الليل أفضل من تأمين الحياة الذي يؤمنه بعض الناس إن صالة الفجر ستزيد عمرك بمقدار الثلث تقريبا فمثلا إذا كان من المفترض أنك ستعيش خمسة وسبعين عاما فإنها ستصبح مئة عام وإذا كنت ستعيش مئة عام فإنها ستصبح أكثر مئة وثلاثين سنة وهكذا كيف؟ أليس النوم جزءا مفقودا من عمرك؟ بلا فهو لا يوضع في ميزان حسناتك ولا شيء كل يوم ثمان ساعات ضائعة من الحسنات إذا كانت بلا نية فهو نوم فقط أما إذا كنت تصلي الفجر في جماعة فسوف يوضع في ميزانك ليل كامل من الصلاة والقيام والركوع والسجود قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله ليلة كاملة من السهر والتعب والصلاة يمكنك أن تحصل عليها بركعتين معنى كنت البارح نائم في فراشك لكن سبحان الله ألا يجعلك هذا تفرح و أنت تصلي الفجر؟ الصراحة فهوات هذا يعتبر خسارة و كل تأمين تقوم به في حياتك فإن هذا التأمين يكون في الدنيا فقط التأمين الوحيد الذي يستمر معك إلى يوم القيامة هو صالة الفجر قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة الله أكبر هل رأيت في حياتك تأمين أربح من هذا؟ إنه يوفر الحماية لك في أثناء اليوم و يستثمر لك وقتك أثناء الليل حتى في أهوال يوم القيامة يقوم بتأمين أخطر مرحلة لك مرحلة العبور على الصلاة المستقيم فقط مقابل ركعتين اثنتين لن تأخذ منك أكثر من عشر دقائق ألا يستقرب الإنسان بعد ذلك من الذين يحرصون على استيقاظ العمل أكثر من حرصهم على استيقاظ صالة الفجر ألا يستوحش المؤمن عندما يخرج من المنزل إلى المسجد فجرا فلا يرى في الطريق أحدا غيره لا يوجد أحد يخرج من المنزل إلى المسجد إلا نادرا ثم بعد ساعة أو ساعتين فقط يكتظ الشارع بالزحام والناس ما الذي حدث؟ دوامات مدارس وزارات يعني تريدهم يخصمون على أن سبحان الله مدارس